باتين جانا واحدة في اليوم هتعمل عمايل كتير في جسمك وهتحميك من امراض كتير زي الامراض المزمنة. ايه الحكاية? تعالوا نعرف هي الحكاية. اهلا بكم من جديد عاملين ايه? اخباركم ايه يا ربكم بخير. النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا عجبني جدا وشبت النهاردة نازل في اكتر من موقع اخباري وحبت النهاردة ارى لكل حاجات اللي شبتها وعجبت اني قدوا بصراحة الموضوع والناس خبراء التغذية تكلموا عن هذا الموضوع. الموضوع باختصار يا جماعة اني قال لك اني ممكن الواحد يشفى من امراض كتير من خلال بتنجانة واحدة. ايوة من خلال بتنجانة واحدة انك تقدر تحافظ على اه جسمك كله من امراض زي السكر والضغط والكلسترول وحاجات كتير جدا. طبعا بينصح خبراء التغذية بتناول صمرة واحدة بالبتنجان يوميا لاحتواءها على عدد من الفوائد على جسم الانسان. طبعا بيقول لك ما لا ينفعش انك ايه تقلي البتنجان زي ما احنا بناكله مسلا ومنقلية عند بتاع الطعمية. لا بقول لك البتنجانة لازم تجيبها وتغسيلها كويس وبعد كده تحطها في الفرن تشويها. يعني بقول لك احسن حاجة انك تستفيق من هزي البتنجانة انك تشويها زي الباب غنوك كده تشوي البتنجانة وتكلها لكن ممنوع بالزيت او بالطبيق علشان جسمك يقدر تستفيق بها ومن الفوائد بتاعتها الكتير اللي النهاردة قالوا عليها بعض خبراء التغذية فين خلال الموقع الاغبار اللي انا شفت عليه الموضوع. قال لك يا جماعة ان الصمرة واحدة من البتنجان بتنظم سكر الدم. يعني هو يعني بتنجانة واحدة في اليوم بتنظم سكر الدم. ان انها اصلا تحتوي على نسبة عالية من الياف. وطبعا بينصح ويقول جميع امراض اللي عندهم سكر ان يقول بتنجانة في اليوم وبتنجانة واحدة في اليوم. هنا حاجة قال لك ان فيها نسبة معاعدة كبيرة جدا. طبعا للناس اللي هم عندهم انيميا وناس كتير جدا واطفال عندهم انيميا كتير. وبيقضوا يلجأوا الادوية لكن آآ بتنجان بصراحة ليه مفعول كبير جدا في القضاء على الانيميا. وناس زمان كانت بتعلن فعلا ناس الادية بتاع الزمان كان يقول لك قل بتنجان مسلا حاف كده لأ. انت ممكن تشويها في الفرن. يبقى شكلة طعام حلو زي بقنوق كده وتقولها وتحط على سن الملحة بسيطة. او تحينها مسلا وتستفيد بينها بصراحة. عالية جدا وجميلة جدا. ده اللي قالوه خبراء التغذية النهاردة في الموضوع بتاعه. وقال لك ان البتنجان برضو بتنجانة واحدة يوميا بتساعد في حماية انسجة الجسم من التورق من اه تعرض الاورام السرطانية. طبعا ربنا يشي كل مريض يا رب وربنا يكفينا واشر الامراض. قال لك ان طبعا بتنجانة واحدة بتحمل ناس من الامراض السرطانية. وقال لك برضو بتنجانة واحدة بتخفض كوليسترول الدم. احسن من اي دواء. يعني حد عنده كوليسترول لو كان كل يوم بتنجانة ويحلل بعض شهر. بيقول لك بيقضي على الكوليسترول نهائي. وبيحسن الشرايين وبيعز القلب. وقال لك برضو ايضا مضاد للاكسادة. وفي نسبة عالية كبيرة جدا من البتاسوم. قال لك ايضا بتنجان بيساعب في تهديئة الاعصاب. والشعور بالاسترخاء. لذلك بيقول لك لازم تاكله كل يوم. علشان مفيد جدا لجسمك ومش مدر. بس زي ما قلنا هناكله بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. انك تشويه في الفرن. لا تاكله مألي ولا طبيخ ولا اي حاجة. قال لك لنا حاجة الناس اللي هي بتعمل رجيم. انه برضو بنقص الوزن. لان فعلا الناس اللي عامل رجيم بقول لك ما فيهوش سعيرات حيارية خالصة اللي اوليالة جدا جدا جدا. وطبعا ده مفيد جدا للناس اللي هم بينقصوا وزنهم والناس اللي عامل ضيد. ففعلا بيقول لك في نسبة قليلة من السعرات الحيارية. وبينصح جميع الناس اللي بتعمل رجيم انه يأكل كل يوم بتنجانة واحدة. وقال لك ايضا الناس اللي عندها مرضى ضغط ونزقتهم عالي جدا بيساعد ايضا في انخفاض ضغط الدم. يعني اي انه اصلا مليان فيه بتاسيوم كتير ومدر للبول. ده اللي قالوا اه خبراء التغذية النهاردة في الموضوع دوت. وبصراحة قال لك بتنجان برضو حلو جدا البشرة. ولا بقى الكريمات والحاجات والبتاسم والكالسوم اللي بقولوا عليه ده كله. طبعا كل ده جميل جدا بصمرة واحدة تقدر تحمي جسمك من امراض كتير زي السكر والضغط والكوليسترول والبشرة. كل ده يا جماعة والامراض الوحشة. كل ده بيبتنجانة واحدة في اليوم. موضوع مهم جدا وعجبني جدا حبيت النهاردة. قالوك الموضوع دوت لانه عجبني جدا بصراحة. واي حاجة كويسة بحب اراها بحب اشوفها بحب اشاهدها لازم اشاركوا فيها يا احلى متابعين عندي على القناة. اهم حاجة هنشار الخبر ونعمل لايك وشرين للفيديو دوت. علشان يقول ليستفيد. وهم uh حاجة يا جماعة عايزيني اعمل لايك وشير كتير جدا 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 جدا. علشان الناس كتير بتخشfiveرج عالموضوع يعني والله يا جماعة اتكتر من تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية بيخش sue كل الموضوعات. ويستفيدوا واحدش بيعمل لايك. اهم حاجة عايزين نعمل لايك وشير علشان في موضوعات كتير جدا بنتكلم فيها موضوعات الاسكان موضوعات التغذية موضوعات التحديات مع الاولاد القناة عندي قناة الشاملة طبعا متنوعة ما فيش متخصف تحدي واحد ولا يومات مش عارف العائلة لا في كل حاجة في الاخبار في ده ده بطبيعي الشغل كراجل صحفي اهم حاجة هنشار الخبر ونعمل لايك وشير علشان القناة تكبر بكم يا اجمل متابعين في الدنيا يا رب يخليكم لي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته